لا تزال معاهدة ستارت ثلاثة أو نيو ستارت مثار جدل بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وسطى مخاوفة من عودة سباق التسلح النووي من جديد للخروج من هذا المأزق بين البلدين طرحت واشنطن حلا جديدا فما هو؟ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا على صياغة معاهدة جديدة للحد من التسلح النووي لتحل محل معاهدة ستارت ثلاثة لكن المتحدث الأمريكي اشترط لحصول ذلك أن تلتزم روسيا العمل كدولة نووية مسؤولة مؤكدا دمسك بلاده بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية يعود تاريخ توقيع هذه المعاهدة إلى العام 2010 حيث وقعهما الرئيسان الأمريكي بارك أوباما والرئيس الروسي ديمتري مدفيدف في العاصمة الشيكية براد ذلك طبعا بهدف الحد من سباق التسلح النووي أبقت المعاهدة على الترسان النووية في البلدين عند مستوى معين حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة 700 منصة وعدد الرؤوس النووية أبقتها عند 1550 رأس نووي كحد أقصى طبعا لدى كل من البلدين انتهت الاتفاقية في العام 2021 ثم بعد ذلك تم تمديدها حتى 5 فبراير تحديدا في العام 2026 لكنها الآن تواجه معضلة أخرى حيث قررت موسكو عدم السماح لواشنطن بتفتيش منشآتها ومواقعها العسكرية ذلك المفترض أنه وفقا للمعاهدة لماذا بررت روسيا قرارها بأن العقوبات الأمريكية بعد حرب أوكرانيا تعرقل سفر المفتشين الروس كما أن هناك صعوبات في إصدار التأشيرات الخاصة بهم وهو الأمر الذي لا يتعرض له ولا يواجهه نظراءهم الأمريكيون في النهاية خبراء عسكريون قالوا أن معاهدة نيوستارد تعد الأهم بين معاهدات خفض التسلح النووي وهي الوحيدة التي ما زالت صامدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية